ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لمكافحة التهريب جرى خلاله متابعة وتقييم الجهود الجارية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله بما في ذلك تتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين وتناول الاجتماع تكامل جهود على المستوى العسكري والأمني والقضاء والجهات الحكومية المعنية للحد من التهريب مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز الجهود في حماية المنافذ البحرية والبرية لردع أعمال التهريب والمهربين كما تم في الاجتماع تقييم الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة وتم تأكيد على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في التنفيذ الصارم للقرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي كما استعرض عدد من أعضاء اللجنة تقارير عن تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيف لجميع القيادين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية من كافة الجهات الحكومية والقوات المسلحة والأمن وأشهدت اللجنة بالوزارات والجهات التي نفذت عملية التدوير وأجهت بقية الجهات بتسريع عملية تنفيذ التدوير الوظيفي والمعالجات المتخذة لتصحي أوضاع المنافذ البرية والبحرية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل وقدم رئيس مصلحة الجمارة كدكتور عبد الحكيم القباطي قدم عرضا عما اتخذت المصلحة ضمن مسؤولياتها في مكافحة التهريب وبينها إعادة تفعيل دور قطاع التهريب وإنشاء دارات معنية في المصلحة والمكاتب والمنافذ الجمهوريكية إضافة إلى تهيل موظفية ضبطية الجمهوريكية داخليا وخارجيا موضحا أنه تم تنفيذ 124 ضبطية جمهوريكية كبيرة بالمنافذ الجمهوريكية بينها 69 كيلو من الذهب مشيرا إلى أهمية التنسيق الجاري مع الجهات الأمنية والعسكرية حول الضبطيات ومتابعة المهربين قضائيا وترسيم السجائر التي لا تحمل طابع البندرول التي لا تحمل طابع البندرول وثمنت اللجنة الدورة الذي تلعبه المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة المختصة في الحد من عمليات التهريب وضبطها في مقدمتها تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيات الحوث الإرهابية والمخدرات وغيرها من الأنشطة التي تضر بالأمن القوبي والاقتصاد الوطني والصحة العامة وأهمية مضاعفة جهود لحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع وجه دولة رئيس الوزراء بتحويل كل ما تم إقراره إلى مصفوفات عمل تنفيذية لتطوير مستوى الإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب والرقابة والمتابعة لمستوى الإنجاز ومحاسبة المقصرين وأكدا على الدور المحوري للسلطات المحلية والإعلام والمجتمع المدني في إسناد جهود مكافحة التهريب كونه يمس اقتصاد الوطن ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية